الأمير محمد بن سلمان كنت قمة في الخارج ودم قمة في الداخل افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله تسجل السعودية مجددا نقلة كبيرة في علاقاتها الدولية ومكانتها المميزة من خلال الدور الكبير الذي أداه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين التي عقدت أخيرا في أوساكا اليابانية واللقاءات المميزة مع عدد من قادة العالم وكانت تصريحاته محل اهتمام دولي كبير لأنها أكدت مجددا على السعي الدؤوب إلى تطوير المملكة وفقا لرؤية عصرية مستندة إلى الثوابت الوسطية الدينية والإنسانية التي جرت عليها سياستها منذ الخدم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في هذه القمة كان قامة كبيرة عبرت عن واقع سعودي وعربي ووضع الأمور في نصابها الصحيح حيث أكد أن الخطوات التي بذلت في عملية التحديث تسير وفقا لما رسمته لها رؤية 2030 والانفتاح المدروس على العالم مع عدم التخلي عن الأسس التي جرت عليها عملية التطوير المستمرة منذ نحو ثمانين عاما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لهذا نقول إن ما صرحتم به في القمة الأخيرة لم يفرح السعوديين فقط إنما كان مفرحا لكل الخليجيين ومؤشرا على أن هذه القاتلة الاقتصادية الكبيرة للخليج تسير في طريقها من دون أن تعرقل تلك المسيرة أي عقبات أو محاولات تشويه تتعمد بعض الدوائر الأقليمية المشبوهة والخبيثة زرعها في طريق المملكة لذا جاءت الإشادات من قادة الدول بما تحقق في السنوات القليلة الماضية لتضيف إلى رصيد المملكة ثقة جديدة سياسية من خلال ما عبر عنه رؤساء الدول ولسيما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد على صوابية خطة المملكة في مكافحة الإرهاب واقتصادية عبر التأكيد على متانة وضعها الاقتصادي إضافة إلى التصريحات التي أدل بها عدد من الدول المشاركة في هذه القمة بهذا الشأن هناك دول ومؤسسات وجماعات سياسية تشون حرباً أعلامية شريسة على المملكة الهدف منها تشويه صورتها والتأثير عليها لإشغالها بصغائر كي لا تستمر في طريق الانفتاح والتطور الاقتصادي التي بدأتها من أجل زيادة رفاهية شعبها وأن لا تصبح أكثر فعالية في الاقتصاد العالمي لكن يغيب عن بالي هؤلاء أن السعودية التي هي عضو في نادي الدول العشرين هذا النادي الذي يقود الاقتصاد العالمي ويحدد وجهات السياسة الدولية أكبر بكثير من أن تنزلق إلى حرب طواحين أعلامية لأن القاترة لا تتوقف عند المحطات الوهمية هناك من حاول السعي إلى تدمير السعودية من الداخل عبر زعزعة أمنها فيما فريق آخر لا يزال يعمل على إشغالها في حروب خارجية على غرار ما هو حاصل في اليمن أما الجماعات السياسية لسيما لإخوان المسلمين وعصابات إيران المأجورة وغيرهما ممن توهموا قدرتهم على نقل الفوضى التي سادت في دول عربية عدة إلى المملكة جميعهم باء بالفشل بعدما سجلتم المزيد من النجاحات التي ترفع من دور السعودية ولا شك أنها تساعد دول الخليج على تسريع الخطى في عملية التحديث والتطور كل هذه النجاحات كانت بفعل الإجراءات المدروسة والحكيمة التي أقرتها القيادة وأشرفتم عليهم غير أن في كل مسيرة تبقى هناك بعض الملاحظات التي يرصدها المحبون لذلك لا نكشف سرا إذا قلنا إن هناك بعض المستفدين من بقاء المملكة منغلقة متخلفة لا تواكب حركة العصر فيرفضون تطوير قوانينها وتحديث برامجها ورفع الغبن عن مواطنين وقعوا ضحية جشعين يسعون إلى تكديس ثرواتهم حتى لو على حساب الفقراء وقوت الناس لقد استبشرنا خيرا بصندوق فرجت وهذا التبرع السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومنكم للتخفيف عن كاهل الأسر التي تعثر أربابها في سداد ديون مشحفة حصلوا عليها في يوم من الأيام من مرابين لا يخفون الله عز وجل أنتم ستعودون قريبا جدا الرياض ونرجو أن تفتحوا ملف السجون والغارمين الذين يقبعون فيها بسبب مبالغ مالية تحولت ديون مستعصية جراء الفوائد الكبيرة التي أضيفت إليها أو لأن الدائن لم يراعي ظروف الطبيعية للمدين كأن يكون راتب أحدهم عشرة آلاف ريال ويوافق المدين على إقراضه مليونا أو مليونين وهو يدرك جيدا أنه لن يسدد هذا الدين الكبير ما يجعله يعمد إلى رميه في السجن ربما طمعا في الحصول على بديل يملكه أو فقط من أجل الطمع فيهدم أسرة ويشردها صحيح أن الصندوق الجديد سيرفع الكثير من الغبن عن تلك الأسر وأربابها لكنه يحتاج أيضا إلى تغيير في أنظمة القروض إضافة إلى تخصيص جزء من أموال الزكاة التي تجمع من الشركات والأفراد لتفريج كرب الناس فهذه الأموال حتى لو كان بعضها يجمع من دون دراسة وافية إلا أنها خصصت للفقراء والمحتاجين والغارمين كما أقرت شريعة الإسلام إذا اكتملت هذه المنظومة لا تعود الدولة ولا قيادتها هي المسؤولة عن تسديد ديون هؤلاء الغارمين بل تكون هناك أليا واضحة وعادلة كما هي الحال في غالبية دول العالم التي تمنع سجن المدين لأنها تدرك أنه بذلك لا يستطيع سداد الدين إضافة إلى أن هؤلاء الذين يبلغ عددهم بالآلاف في السعودية وتستغل الجهات المشبوهة قضيتهم للتشهير بالمملكة فيما قضيتهم من الممكن أن تحل بأبسط الطرق إذا سنت القوانين والأنظمة التي تمنع تكرار هذه التجارب المريرة يبقى القول أن هناك من سيقول أن هذا شأن داخلي فيما الحقيقة والواقع أنه شأن خليجي لأن المملكة كما ذكرنا سابقا هي قاطرة اقتصادية خليجية وإذا كان اقتصادها بخير فأن الخليج كله بخير اشتركوا في القناة